اشتركوا في القناة على مدار السنة هنقسم إلى جزءين جزء الأول هندقس فيه برنامج قواعد البيانات أكسز أما الجزء الثاني من السنة الدراسية هنستكمل فيه برنامج الفوتوشوب وبدأنا ببرنامج الأكسز وقلنا قبل ما ندخل فيه جزء العملي بتاع البرنامج خدنا شوية مقدمات نظرية كده وتعريفات عشان نفهم ايه هو قواعد البيانات وقلنا لو نفتكر مع بعض قواعد البيانات أول حاجة لازم يكون عندي متوفر لدي بيانات data عشان أقدر أحصل على معلومات وقلنا أن المعلومات اللي هي data دي البيانات الأول data بعمل لها هي مادة خام أولية بعمل لها معالجة عشان أحصل منها على المعلومات information في صورتها اللي أنا أقدر أستفيد منها في البرنامج طيب وبعد كده أخدنا قواعد البيانات تعرفها قلنا أن هي مجموعة من البيانات المتربطة بشكل منظم بيسمح على الحصول على المعلومات والبيانات عندي بصورة سريعة وسهلة وبعد كده أخدنا قلنا في حاجة اسمها نظم إدارة قواعد البيانات data base management system وقلنا أن هي مجموعة من البرامج والنظم المتكاملة اللي بتدير العملية داخل البرنامج وقلنا زي دينا مثال قلنا زي أمين المكتبة جوه المكتبة عندي النظام اللي بيرتبه الكتب جوه المكتبة ده اسمه إدارة أو نظم إدارة قواعد البيانات وبعد كده دخلنا في جزئية تانية وهي قواعد البيانات العلائقية وقلنا قواعد البيانات العلائقية دي عبارة عن قواعد البيانات بس مقسمها في صورة جداول وكل جدول مرتبط بجدول تاني بطريقة منظمة أقدر أحصل منه على أي معلومة من أي جدول استكمل حلقتنا النهاردة ان شاء الله وتعالوا نشوف هناخد الكلام ده على الجهاز قلنا البرنامج بتاعنا برنامج قواعد البيانات اكسس واخدنا التعريف بتاع البيانات وقلنا ان البيانات هي المادة الخامة الاولية التي يتم معالجتها عشان احصل منها على المعلومات بعد كده قلنا المعلومات انفورميشن هي ناتج معالجة البيانات لاستخلاص ما تتضمنه هذه البيانات او ما تشير اليه من مؤشرات حتى يمكن الاستفادة منها زي ما قلنا ان البيانات بعمل لها معالجة عشان اقدر استفيد منها وحصل منها على معلومات وبعد كده قلنا تعريف قواعد البيانات data base وقلنا ان هي مجموعة متربطة من البيانات المنظمة بشكل يسمح على الحصول المعلومات اللي انا محتاجها منها بسهولة ويسر دي قواعد البيانات data base وبعد كده انتقلنا الى جزء تاني وقلنا ان هو نظم ادارة قواعد البيانات data base management system قلنا ان هي عبارة عن مجموعة البرامج المتكاملة والانظمة اللي بتدير العملية دي وقلنا ان هي اقدر احصل منها على المعلومات زي ما انا عايز وشبهناها لو نفتكر مع بعض قلنا المثال ان انا زي ما قلتلكم من شوية امين المكتبة ان انا اقدر هو بيرتب طريقته ترتيب الكتب جوه المكتبة وتنظمها على اساس الموضوعات او على اساس اسم الملف دي العملية دي اسمها نظم ادارة قواعد البيانات وقلنا ان المهامة هو والوظائف اللي بيقوم بيها امين المكتبة عشان يوصل الكتاب معين بيطلق عليها ادارة قواعدة البيانات تمام زي ايه البرامج دي زي اوراكل واكسز وايسكويل سيرفر كل دي البرامج اللي تقدر تنظم لي او تدير قواعدة البيانات وقلنا تعريف قواعد البيانات العلائقية من اسمها علائقية يبقى عبارة عن علاقات داخل الجداول وقلنا تعريفها قواعد بيانات اللي بتقوم عندي بتخزين البيانات في شكل جداول بيختص كل جدول او كل جدول عندي خاص بموضوع معين زي المدرسة انا شبهت مرة اللي فاتت قلنا المدرسة عندي ده كله كده نظام داخل نظام تعليمي وقسمناها لجداول كل جدول خاص بموضوع معين وليكن جدول للمدرسين وجدول للمواد وجدول للطلاب وقلنا كل جدول في البيانات الخاصة بيه وقدر اعمل علاقات ما بينهم واربطهم ببعض بحيث ان انا اقدر اوصل لاي جزء انا محتاجه في اي وقت دي قواعد البيانات العلائقية بعد كده خدنا المثال ده والصورة اللي احنا قلنا عليها ان دي شبهتها كده كل المربع عندي بجدول بيربطهم بينهم بين بعض في حقل واحد او اكتر عندي عن طريق العلاقات ما بين الجداول وقلنا من مميزات البرنامج نفتكر مع بعض كده بسرعة قلنا ان هو بيوفر لي قوالب جهزة المبتدئين يعني ان انا لو انا اول مرة اشتغل على البرنامج اقدر اشتغل على طول عن طريق القوالب الجهزة تمبلت اقدر اشتغل بيها على طول وقلنا الميزة التانية انه بيوفر لي معالجات ومربعات حوارية يعني ايه يعني عبارة عن المعالجات القدامي بتدير زي كان حوار كده ما بيني وبين المستخدم اقدر احصل منه على المعلومات عن طريق البيانات اللي انا هدخلها له الميزة اللي بعد كده انه هو بيعمل تحت بيئة نظام التشغيل ويندوز البيئة العادية الطبيعية عندي السهلة زي ما احنا عارفين بعناصر الرسومية وادوات وازرار سهلة جدا بتسهل عمل المستخدم وبرضه من ضمن المميزات قلناها انه هو بيستخدم ادوات طريق التصميم المرئي يعني كل حاجة هتعملها هتحصل علي يعني كل حاجة انا شايفها على الشاشة عندي هتبقى اقدر احصل عليها بعد كده بمعنى ما تراه هو ما تحصل عليها من ضمن المميزات برضو انه هو بيوفر للمستخدم ما يحتاجه للتعامل مع البيانات من ادخال البيانات باكتر من طريقة او استخدام النمازج في الادخال وانا اخدها بتوسع ان شاء الله النمازج والتحليل للبيانات والاستعلام وبرضه احصل على تقارير تفصيلية كل ده هندرسه مع بعض بالتفصيل عملي بازن الله النهاردة وقالنا من ضمن المميزات سهولة البحث والاستعلام عن بيانات ومعلومات مخزنة في قاعدة البيانات اقدر عن طريق اي جدول او اي جزء انا واقف فيه اقدر ابحث عن اي معلومة واستعلم عنها وفق الشروط اللي انا هحطها عندي عن طريق حاجة اسمها الاستعلامات هنشوفها مع بعض بإذن الله بعد الجزء النظري بعد كده قلنا من المميزات المرونة في تعديل البيانات يعني اقدر اعدل في البيانات عندي بسهولة جدا وانا واقف في اي مكان في الجدول اقدر اشيل بيانات قديمة او استبدلها او اضيف عليها بيانات اخرى برضو اقدر اعمل تبادل للبيانات قلنا مع البرامج الاخرى زي الاكسل والوورد واي قاعدة بيانات تانية بينها وبين قاعدة البيانات الموجودة عندي اقدر ابادل البيانات معها مع الاخرى تمام برضو خدنا شوية امثلة قلنا للامثلة قواعد البيانات اقدر اعمل قواعد البيانات دي في ايه اقدر استخدمها في اكتر من حاجة قلنا المرة اللي فاتت لو نفتكر مع بعض قلنا أقدر أستخدمها لو أنا عايز أطلع درجات الطلاب في المدرسة أقدر أستخدم قاعدة البيانات ونظم العملية دي وبرضه في المستشفيات أقدر أعمل تقارير للمرضى وأقدر أتابع الحالات عندي وبرضه في تذاكر الصفر والحجوزات أقدر أتابع برضه وأعمل قاعدة بيانات أنظم العملية دي وقلنا أكتر من مثال تعالوا نستعرضهم مع بعض على الجهاز قلنا تسجيل أسماء أشخاص أو مؤسساتهم أو عنوانهم وأرقام وقلنا تسجيل المرضى وبياناتهم الشخصية وإحصاءات متنوعة لهم وبرضه الكتب في المكتبة اللي قلناها من شوية أقدر أنظم العملية داخل المكتبة وأقدر أعمل الفهارس والإعارات الكتب اللي طلعت والكتب اللي جات وهكذا عندي في المكتبة وقلنا أقدر أنظم حجوزات الطيران أو تذاكر الصفر وأعمل نظام كامل نظام قاعدة بيانات كامل عن طريق برنامج الأكسس طيب وبعد كده قلنا لو نفتكر مع بعض سريعا قلنا في حاجة اسمها كائنات قواعد البيانات قلنا كائنات قواعد البيانات كلمة كائن أو عنصر أقدر أقول عليه أنه هو عبارة عن عناصر هستخدمها بتسهلي العمل وأنا شغال جوه البرنامج زي إيه؟ زي أول حاجة الجداول تيبلز قلنا أن الجداول تيبلز دي عبارة عن الوعاء أو زي السندوق كده اللي بيحتوي جواه مجموعة البيانات الخاصة بموضوع معين بيشمل الموضوع اللي أنا هتكلم فيه وليكن زي ما قلنا لكم مثال من شوية مثال جدول الطلاب بيحتوي على بيانات الطلاب فقط جدول المعلمين أو مدرسين بيحتوي على بياناتهم فقط جدول المواد بيحتوي على بيانات المواد فقط كل حاجة بنظمها علشان أقدر أسهل قاعدة البيانات عندي وأنا محتاجة طيب بيتم تخزين البيانات فيها ليه؟ بهدف استرجاعها يعني أقدر استرجاعها في وقت ما أنا عايز وقلنا نقطة مهمة جدا وبتيجي في الامتحان كتير جدا بيجي يقول لي يعتبر نقط هو الأساس عند بناء قاعدة البيانات قلنا إن أول حاجة طبيعي جدا أساس بناء قاعدة البيانات حاجة اسمها الجدول يبقى ما ينفعش أعمل قاعدة بيانات من غير معمل جدول أول عنصر بيقابلني وأنا بنشئ قاعدة البيانات اللي هو الجدول تعالوا نستكمل مع بعض بعد كده قلنا إن الجدول بيتكوم من مجموعة من الحكومة فيلدس والسجلات ريكوردس وبعد كده عرفنا السجل ريكورد إيه هو قلنا السجل بمثابة الصف اللي بيخزن بداخله مجموعة من البيانات المتكاملة لحالة واحدة من حالات موضوع الجدول يعني حاجة واحدة فقط من الجدول زي إيه؟ زي بيانات الشخصية مثلا لشخص معين بياناته كلها زي اسمه وعنوانه وتليفونه وبياناته الشخصية كلها بتتجمع عندي يبقى ده كله سجل واحد لشخص معين أما الحقل فيلد ده عبارة عن العمود اللي بيتم تخزين جواه البيانات الجدول زي بيان العنوان والمرتبات وبيان أرقام التليفونات يعني حقل كامل للموظفين كلهم مثلا حقل العنوان أو حقل المرتبات ليهم كلهم أو حقل أرقام التليفونات يبقى السجل صف أما الحقل عمود طيب وانتقلنا بعد كده للكائن اللي بعده أو العنصر اللي بعده اللي هو الاستعلامات قلنا ان الاستعلامات دي عبارة عن تطبيق معايير بحس محددة على بيانات مخزنة في قاعدة البيانات يعني انا عايز ابحث عن حاجة معينة جوا قاعدة البيانات عايز اعمل اعز تعلم عنها يبقى بعمل ممكن اعمل استعلام وفق شروط معينة وليكن هقول له دور لي على الموظفين المرتباتهم أقل من 5000 جنيه هيتطلع لي الشروط دي يبقى انا بعمل الاستعلام عشان يسهل لي البحث داخل البرنامج يبقى الاستعلامات هو تطبيق معايير بحس محددة على بيانات مخزنة في قاعدة البيانات ثم استعراض سجلات البيانات اللي بتتطابق مع هذه الشروط أو المعايير وقلنا بعد كده العنصر اللي بعده وهو النمازج فورمز دي عبارة عن الوجهة اللي بيحتاجها المستخدم اللي بتظهر عندي في البرنامج عشان أقدر أسجل البيانات واحفظها واقدر أستخدم منها أي بيانات واعدل فيها زي ما أنا عايز برحتي يبقى النمازج عبارة عن الوجهة اللي هي بقدر أسجل فيها البيانات واحفظها واعمل تحرير لها تمام العنصر اللي بعده وهو التقارير قلنا أن التقارير دي أقدر أحتاجها إمتى لو عايز أعمل تحليل البيانات وليكن أنا عندي بيانات جوه المؤسسة عايز أعمل تحليل أو تقرير وليكن عن المؤسسة دي في خلال سنة أو خلال شهر أو خلال فترة زمنية معينة أقدر أعمل أستخدم التقارير عشان تطلع لي الجزء الخاص بيها يبقى التقارير تستخدم لتحليل البيانات والمعلومات وعرضها في تنصيق مطبوع ويكون مصدر البيانات والمعلومات الموجودة بالتقارير هو الجداول أو الاستعلامات زي ما قلنا يبقى أنا أقدر أعمل التقارير أقدر أستنتجه أو أطلع التقارير عندي من أي جدول أو أي استعلام دي كانت التقارير أما الجزء اللي بعده أو العنصر اللي بعده كده اللي هو الصفحات بيجس وهي بتختص بتصميم صفحة من اسمها صفحات خاصة بصفحات الويب اللي بيتم نشرها على شبكة الانترنت أو شبكة داخلية وبتستخدم عندي لما يجي بعرض البيانات أو أعمل إعادة تحرير لها أو حسفها مباشرة من قاعدة البيانات والعنصر اللي بعده وهو وحدات الماكرو وحدات الماكرو ده عبارة عن قلناه هو كائن يمكن وضع أمر بداخله أو عدة أوامر أقدر أستدعيه وقت الحاجة إليه يبقى هو كائن أو أمر أقدر أستدعيه وقت الحاجة إليه دي وحدات الماكرو العنصر اللي بعد كده وهو الوحدات النمطية ودي عبارة عن مجموعة من البرامج اللي هي بيقوم المستخدم بتصميمها عن طريق لغة البرمجة وهي لغة الفيجوال بيزيك دي بيصممها بنفسه بتنفيذ أو استدعاء لها دي كانت الوحدات النمطية وبعد كده ندخل في الجزء العملي قلنا إن إحنا بنشغل البرنامج في طريقتين لو أنا عندي ويندوز 8.1 الشاشة الرئيسية بدخل على الجزء الخاص بالطبقات أبيكيشنز وبيختار منها البرنامج ده لو عندي ويندوز 8.1 ولو عندي ويندوز 7 برضو أقدر أبحث من أداة البحث سيرش واجبها الطريقة التانية أقدر أكتب اسم البرنامج من أداة البحث بشاشة الويندوز عندي زي ما إحنا هنشوف دلوقتي أهو يبقى أنا بمجرد مضغط على الأكونة اللي تحت بيظهر لي البرنامج ماكو سوفت أكسس 2010 اللونه أحمر أهو وأقدر لي الطريقة الأولى بضغط عليه من هنا من شاشة الطبقات أبيكيشنز أو من أداة البحث فوق عندي سيرش بكتب أول حرف أو حرفين من اسم البرنامج بيظهر معايا على طول تعالوا نشوف على الجهاز عملي أهو بضغط على أداة البحث سيرش من تحت وبمجرد بكتب اسم البرنامج ده لو عندي ويندوز كمان تين أقدر أعمله أو سيفين بمجرد مكتب أول حرف أو حرفين بيظهر معايا البرنامج أو من ستارت وأقدر أدخل على البرنامج من هنا المجموعة بمجموعة مايكو سوفت أوفيس وأقدر أختار منه البرنامج مايكو سوفت أكسس الإصدار 2010 هيشتغل معايا البرنامج عادي جدا دي طرق تشغيل البرنامج قلناها بعد كده قلنا إزاي بيتم إنشاء قاعدة البيانات قلنا قبل منشئ أي قاعدة بيانات لازم أكون مخطط لها كويس جدا وبتتكون من مراحل وخطوات هنستعرضها مع بعض نفتكرهم مع بعض سريعا قلنا أول خطوة قبل منشئ قاعدة البيانات لازم أشوف أحدد الغرض من إنشاء قاعدة البيانات عايز أشوف أنا عايز أنشئ قاعدة البيانات دي ليه؟ الغرض منها هل أنا عايز أنظم مثلا لو هستخدمها في مدرسة عايز أنظم درجات طلاب وغيره هستخدمها في مستشفى هستخدمها في حجزة تذاكر السفر وغيره عندي أقدر أحتاجه يبقى بحدد الغرض من إنشاء قاعدة البيانات أول خطوة بعد كده الخطوة اللي بعديها قلنا أن أنا بيتم عندي العصور على المعلومات ببدأ أبحث عن المعلومات اللي أنا محتاجها جوه قاعدة البيانات عشان أسجلها عندي وأقدر أعمل لها سيرش جوه البرنامج يبقى أنا أول حاجة بحدد الغرض من إنشاء قاعدة البيانات بعد كده ببدأ أبحث عن المعلومات اللي أنا هحتاجها في قاعدة البيانات وجهزة بعد كده قلنا المرحلة اللي بعديها وهي تقسيم المعلومات في صورة جداول ببدأ اقسم المعلومات عندي كل وليكن زي ما قلنا المثال اللي قلنا من شوية لو انا في المدرسة معينة مثلا عايز اعمل قاعدة بيانات فيها يبقى هقسم كل مجموعة عناصر في جدول معين وليكن قلنا الطلاب هنخليهم في جدول خاص بيهم المعلمين هخليهم في جدول خاص بيهم وبرضو عندي لو عايز اعمل جدول المواد خاص بيهم يبقى بقسم كل حاجة ونظمها زي ما أنا محتاج يبقى تقسيم المعلومات في صورة جداول بيقصد به تقسيم عناصر المعلومات إلى عنوان ووحدات رئيسية مثل المنتجات أو الطلبات حيث يصبح لكل عنوان جدول فيما بعد وبعد كده قلنا بنحول عناصر المعلومات دي إلى أعمدة يعني إيه؟ يعني قلنا أن أنا بحدد المعلومات اللي أنا بحتاجة خزينها في كل جدول بحيث أن يصبح كل عنصر عندي حقل واحد زي جدول الموظفين بجوة حقول زي أسماء العيلة أو تاريخ التوظيف يبقى بحول عناصر المعلومات عندي إلى أعمدة الخطوة اللي بعد كده ببدأ في تحديد المفاتيح الأساسية والمفتاح الأساسي إحنا قلنا وهناده توسع بعد كده قلنا أنه هو البرامري كده أقدر أعمله ليه؟ بعمله وبستخدمه عشان أعرف كل صف عندي بشكل مميز أقدر أدخل منه جوة الجدول سي كود المنتج أو كود الطلب بعد ما بنحدد المفاتيح الأساسية بننتقل الخطوة اللي بعد كده أو المرحلة اللي بعديها وهي إعداد علاقات الجدول والببدأ أعمل العلاقات ما بين كل جدول وجدول بشوف الجدول ده هيرتبط بالجدول ده بأي نوع من أنواع العلاقات اللي هناخدهم مع بعض وبشوف إيه الطريقة أو الألية اللي أنا هستخدمها في إنشاء العلاقات يبقى إعداد علاقات الجدول ويتم فيها مراجعة كل جدول لتحديد كيفية ارتباط البيانات في جدول ببيانات أخرى بعد ما أعمل العلاقات ببدأ في إدخال تحسينات على التصميم بشوف التصميم عندي هل محتاج تعديلات أو مش محتاج عندي تعديلات وبعد كده آخر خطوة ببدأ في تطبيق قواعد التسوية وهي أقصد بها معرفة إذا كانت الجدول عندي متنظمة بشكل صحيح أو غير منظمة دي كانت خطوات تنظيم أو خطوات القاعدة البيانات الجيدة عندي بتيجي برضو كتير في الامتحان نركز في النقطة دي تعالوا ناخد تدريب عملي كده عشان نشوف هنعمل الكلام ده إزاي التدريب العملي بيقول لي انشئ قاعدة بيانات على سطح المكتب استناداً إلى القالب تعالوا نشوف هنحله إزاي قدامي هوا من فايل بختار نيو عشان انشئ قاعدة بيانات جديدة وتأكد ان انا مواقف عند اهو هضغط على سيمبل تيمبلتز قوالب بسيطة وجاهزة بضغط عليها دابل كليك شمال هتفتح معي مجموعة قوالب هختار منها على القالب لغا الطلاب هلغط عليه دابل كليك ضغطتين شمال بعد كده هيفتح معي زي ما انتشايفين قاعدة بانتهادوس انيبل كونتنت عشان اقدر اعدل في البيانات وهبدأ اكتب فيها زي ما انا عايز دي قالب جاهز اقدر انا لو انا اول مرة اشتغل على البرنامج اقدر استخدمه عشان يسهل معي عمل المستقبل فتحنا القالب زي ما قلنا بالطريقة البسيطة بعد كده تعالوا نشوف مع بعض ملاحظات اول حاجة عندي بيقول لي ان بيتم حافظ قاعدة البيانات في برنامج الاكسس بمجرد ما انشئ قاعدة البيانات يعني اول منشئ قاعدة البيانات على طول قطوع ان انا بحددله المكان في الاول وبقول له حفظها لي في المنطقة كذا او في لوكيشن كذا في الجهاز وبعد كده بقول له الامتداد بتاعه بعد كده بيتم حفظ ملف قاعدة البيانات في الاكسس بامتداد اي سي سي دي بي وهي اختصار اكسس داتا بيز عندي يبقى نعرف الامتداد ده عشان برضو بيجي عندي كتير في الامتحان اعادة حفظ ملف قاعدة البيانات باسم مختلف او مكان مختلف يعني عايز اعمل اعادة حفظ قاعدة البيانات دي وغير اسمها وغير المكان اللي هحفظ فيه قاعدة البيانات يبقى هستخدم التبويب فايل وبعد كده هختار منه save database as حفظ قاعدة البيانات باسم تعالوا نشوف تدريب عشان نعرف هنطبقه ازاي التدريب عندي سبق وانشأت في تدريب السابق ملف باسم student على سطح المكتب المطلوب اعادة حفظ ملف نفس قاعدة البيانات السابقة ولكن باسم طلاب المدرسة هيبقى هغير اسم قاعدة البيانات اللي انا مسميه المرة اللي فاتت وهغير اسمه وهسميه طلاب المدرسة وهغير مكانه في مكان مختلف تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي على الجهاز قدامي اهو بمجرد بضغط تبويب فايل هقوله save database as حفظ قاعدة البيانات باسم وبعد كده هيظهر للمربع ده بيقولي لازم تحفظ تقفل القاعد للبيانات عندي هقول له yes وبعد كده هختار مينع documents اللي هي المستندات عندي واقدر اغير الاسم بقى هنا اسم الملف في قاعدة البيانات وهقول له طلاب المدرسة وبعد كده هضغط save انا غيرت الاسمه وغيرت اللوكيشن او المكان بتاع قاعدة البيانات اللي هتحفظ عندي اهو اتغير فوق اسمه للاسم الجديد طلاب المدرسة بعد كده عايزين نعرف ازاي بيتم فتح قاعدة بيانات سبق انشأها انا فتحت قاعدة بيانات قبل كده واشتغلت عليها بسطة عايزة اجيبها وانا فاتح البرنامج او اشغالها في اكتر من طريقة اول طريقة من التبويب فايل بختار منها open وبعد كده بحدد الملف دي لو من التبويب فايل الطريقة التانية من السهم الموجود عندي في شريط ادوات الوصول السريع فوق بختار open اللي هي الفايل اللي الصفر او بضغط على مفتاحي catril و او من الكيبورد هيفتح معايا المربع الحواري واختار منه قاعدة البيانات واحددها ويقول له open نشوف مع بعض الطرق تلات طرق دول عملي على الجهاز اول حاجة من تبويب فايل وبعد كده هختار منه open فتح وبعد كده هزهر لمربع حواري اهو زي ما انت شايفين اقدر اختار منه القالب اللي انا عايزه وقول له open بضغط عليه ضغطة شمال وقول له open او ضغطين هيفتح معايا قاعدة البيانات الطريقة التانية من catril و او ملكيبورد واختار برضو students وعليكن اي قاعد بياني فاقول له اوكي الطريقة التالتة عندي شريط ادوات الوصول السريع اللي فوق لو مش ظاهر معايا بضغط على السهم ده واضغط على open طالما مش جنبها صح يبقى مش ظاهر معايا هزهرها واضغط عليها ظاهر معايا الفايل الاصفر بمجرد ما اضغط عليه حيشتغل معايا وافتح قاعدة البيانات عندي دي ثلاث طرق لإعادة فتح ملف سبق حفظه على الجهاز قلنا الطريقة الاولى من طب الفايل وبختار منه open او الطريقة التانية من لوحة المفاتيح بقول له catril و او او الطريقة التالتة اللي هي من شريط ادوات الوصول السريع وبختار الفايل الاصفر اللي هو open دي ثلاث طرق خاصة بفتح ملف سبق حفظه على الجهاز تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده هندرسها مع بعض تعالوا ناخد تدريب عامل كده عشان نشوف الجزئية دي بتتم ازاي التدريب بيقول لي افتح برنامج الاكسز ثم انشئ قاعدة بيانات باسم الشركة الدولية ثم احفظها على سطح المكتب ثم اغلق قاعدة البيانات فقط هاقفل قاعدة البيانات الاول نركز في النقطة كل نقطة وبعد كده اقفل البرنامج تعالوا نشوف بنعمل الكلام ده ازاي بمجرد ما ضغطت على سيرش تحت احنا بنبدأ مع بعض من الاول عشان نبقى مركزين شغلنا البرنامج اهو كتبت اول حرفين من البرنامج فتح معايا وبعد كده هقول له هضغط على فايل تبويب فايل واختار منه نيو ومن نيو جديد هتأكد ان انا منشط بلانك داتا بيز عندي قاعدة بيانات فارغة فايل نيم اسم الملف اسم الملف وقاعدة بيانات هكتب الاسم اللي انا عايز اسميه هنا وليكن باسم الشركة الدولية اللي مدوني في التدريب والفايل ده هحدد اضغط عليه عشان هحدد اللوكيشن او مكان حفظ قاعدة البيانات وليكن هختار ديسكتوب او اي بارتشن عندي وهقول له الاسم او اتأكد الاسم والامتداد وهقول له اوكي وبعد كده اهو اللوكيشن اللي هتحفظ فيه في الدوكيمنتس وهقول له كريات انشاء انشاء لي قاعدة البيانات بعد كده عايز اقفل قاعدة البيانات اول حاجة هقفلها الاول من فايل واقول له close database هيقفل قاعدة البيانات ومش هيقفل البرنامج بقى الفرق ما بين close و exit دي بتقفل قاعدة البيانات ودي بتقفل البرنامج اعايز اقفل البرنامج من file و exit او من x عندي في شريط العنوان وبكده هنكون عرفنا الجزء اللي احنا خدناه ازاي بنشئ قاعدة البيانات وازاي اقدر احفظ قاعدة البيانات بالاسم اللي عايزه في المكان اللي انا عايزه وبعد كده بقدر اقفل قاعدة البيانات من file و close database وبعد كده بقفل البرنامج من file و exit او lx في شريط العنوان او milky board بضغط alt و f4 بيقفل لي البرنامج تعالوا نشوف بعد كده الجزء اللي بعده ايه الجزء اللي بعد كده وهو جزء مهم جدا قلنا الجداول tables اول عنصر لو نفتكر مع بعض قلنا بيقابلنا في قاعدة البيانات لما اجي بنشئ قاعدة البيانات وهو الجدول والجدول ده بيعتبر الاساس لانشاء قاعدة البيانات حيث تكون بتخزين البيانات التي تستخدمها كل كائنات ال access الاخرى يعني من الجدول اللي انا هنشئه ده هينطبق عليه او هقدر استخدمه في اي عنصر تاني زي التقارير او الاستعلامات او النمازج او غيره اقدر استخدمه من الجدول او الجداول عندي في البرنامج يبقى اول حاجة الجداول ممكن تجيلي في نقطة برضو بيقولي نقطة هو اساس بناء قاعدة البيانات هقوله الجداول تانبيز تمام الجدول tables طيب تعالوا نشوف بعد كده كفاءة قاعدة البيانات ازاي بقدر احدد قاعدة البيانات ده عندي اذا كانت جيدة او فيها مشاكل او مش متنظمة بطريقة صحيحة بحدد كفاءة قاعدة البيانات اذا انا كنت عامل قاعدة بيانات ومنظمها عندي مقسمها كل حاجة في جدول مختص به وليكن زي ما قلنا المثال اللي هو المدرسة لو انا عامل قاعدة بيانات وعمل لكل جدول الخصائص بتاعته وليكن عملت جدول للمدرسين في بيانات المدرسين وكل ما يخصهم وجدول تاني خاص بالطلاب كل ما يخص الطلاب وجدول تاني خاص بالمواد يبقى انا منظم قاعدة البيانات عندي يبقى القاعدة البيانات دي عندي جيدة ومنظمة لو مش منظم الكلام ده هبعد كده هلاقي نفسي دخلت في مشاكل ومقدرش اعيد تصلحها او هتاخد مني وقت من الاول يبقى بيتم تحديد كفاءة قاعدة البيانات على مدى تنظيم الجداول في قاعدة البيانات ومدى سهولة الوصول الى تلك البيانات التي بتتضمنها قاعدة البيانات وبعد كده اخدنا مثال نفتكر المثال ده مع بعض قلنا ان المثال اللي انا قلته من شوية لو انا عندي قاعدة بيانات في مدرسة عملت جدول خاص بالاقسام في رقم القسم واسم القسم والدرجة العلمية وجدول تاني خاص بالطلاب في بياناتهم اسم الطالب ورقم الطالب والهاتف وهكذا ورقم القسم وجدول خاص بالدراسة رقم الطالب ورقم المادة والدرجة واخدنا جدول تاني خاص بالمادة وفيها اسم المادة ورقم المادة وعدد الساعات ودرجة النجاح يبقى كل جدول عندي من الجداول دي خاص بحاجة معينة او موضوع معين بيربطهم اقدر اربطهم ما بينهم بين بعض بعد كده ان شاء الله لما هندخل في العلاقات ازاي بقدر اربط الجداول بينها وبين بعض عن طريق العلاقات يبقى المثال ده واضح لي شوية النظام اللي انا بعمله جوا قاعدة البيانات وبعد كده في نقطة تاني احنا قلنا ان الجداول هو اساس بناء قاعدة البيانات برضو عندي شاب هنا قلنا انه هو بالوعاء اللي بيحتوي على مجموعة البيانات الخاصة بموضوع معين اقدر اخزن في البيانات واسترجعها وقت ما انا محتاج وقلنا بيتكون من مجموعة من الحقول والسجلات بعد كده نشوف بعد كده ازاي بقدر انشئ جدول في اكتر من طريقة لانشاء جدول الطريقة الاولى ان انا بنشئ جدول باستخدام طريقة design view نشوف مع بعض الطريقة من تبويب فايل وهقول له اتأكد ان انا بنشط new و blank data base وهي عندي اسم الملف في قاعدة البيانات واقدر اسميه بالاسم اللي انا عايزه او اغير المكان بتاعهم الفايل الصفر واقول له وليكن documents واقول له اوكي واضغط create انشاء هينشئ لي قاعدة البيانات عندي اهو اول ما بنشئ قاعدة البيانات قلنا لازم فيه جدول على الاقل جدول واحد او الطريقة التانية من create واضغط على table design الطريقة اللي انا قلت عليها بانشاء قاعدة انشاء جدول من create و design view انشأ لي جدول تاني زي ما احنا شايفين ببساطة تعالوا نشوف بعد كده انواع الحقول في قواعد البيانات access قاعدة البيانات اللي عندي اي منشئ قاعدة بيانات بيبقى جواها مجموعة حقول كل حقل مختلف عن الحقل التاني في البيانات اللي انا عايزها وليكن انا عايز ابدأ في كتابة اسم الموظف مثلا يبقى هحتاج هحدد ان الحقل ده نوع text نص لو هحتاج اكتب رقم هحدد انه هو number لو محتاج اعمل اي hyperlink او نص او رابط اقدر استخدم الحقل اللي هو ال hyperlink لو محتاج برضو اي جزء اقدر احدد نوع الحقل اللي انا هستخدمه بناء على البيانات اللي انا هبدأ اكتبها له في الجدول تعالوا نشوفهم مع بعض بالتفصيل كل جزء خاص باين اول نوع من الحقول في قاعدة البيانات access وهو text نص طيب النص ده قلنا بيشمل الحروف او الارقام يعني ايه يعني اقدر ادخل جوا النوع اللي هو text اقدر ادخل جوا الحروف والارقام والعلامات اللي هي الزائد او النقص وطبعا طبيعي النص العمليات اللي هي اللي بكتبها جواه ما بتطلبش اجراء عمليات حسابية عليها زي الارقام التليفون اقدر ادخل عن طريقها ارقام التليفون يبقى النص ما باستخدمش فيه او ما بجريش جواه اي عمليات حسابية لانه هو طبعا نص بعد كده النوع اللي بعده وهو المذكرة ميمو ده باستخدمه زي حقل النص كده بس بقدر استخدمه اكتر في كتابة الملاحظات لو عايز اضيف خانة في الاخر في قاعدة البيانات جواه الجدول اقدر اضيف اللي هو النوع ميمو عشان اكتب اخلي مثلا ملاحظات لقاعدة البيانات النوع اللي بعد كده وهو الرقم number دي عبارة عن بيانات رقمية ودي بقى المرة دي بتستخدم فيه العمليات الحسابية واقدر اجري عليها العمليات الحسابية غير النقطة دي بتيجي من اطلق بطش مبناء رقم يبقى هقدر اجري عليها عمليات حسابية مش هقدر اتطلب عليها اجراء عمليات حسابية النوع اللي بعده وهو التاريخ والوقت date and time طيب طبيعي من اسمه بيشمل قيم التاريخ والوقت اللي انا عايز اضيفها في قاعدة البيانات الحقل اللي بعده وهو عملة currency دي خاصة بالبيانات الرقمية اللي بتستخدم لوضع علامة العملة بعد الرقم اقدر اعملها لو انا عايز مرتب او حقل غيره الترقيم التلقائي auto number ده عبارة عن رقم متتالي بيزيد معدل واحد لكل سجل يعني ايه الكلام ده يعني وليكن انا عملت خليته auto number بمجرد ما كتبت اول سجل عندي بيانات وليكن موظف هنتقل السجل اللي بعده مباشرة هو هيكتب لي الرقم اللي بعده متتالي هيزيد وليكن واحد اتنين تلاتة وهكذا بيرقمهم له تلقائي من غير ما انا ابدأ في كتابة الترقيم ده يبقى ده لو انا خليت نوع البيانات عندي او نوع الحقل بخليه ترقيم تلقائي auto number النوع اللي بعده وهو yes or no من اسمه بيستخدم اقدر استخدمه للبيانات المكونة من كمتين بس يا هيو يا yes يا اما هنو ما تحتملش اي احتمال تاني الحقل اللي بعده وهو ole object وده خاص بجدول البيانات اللي هو جدول بيانات excel او مستند word او رسومات او اصوات او صور اقدر لو انا عايز اضيف كائن جوه او عنصر جوه قاعدة البيانات بستخدم بخلي نوع البيانات عندي ole object عشان اضيف منه اي صور اي اصوات اي مستندات اي بيانات عندي زي ما احنا عارفين النوع اللي بعده وهو ال hyperlink يعني hyperlink يعني رابط او link كده بضيفه اقدر اضيف نص او تركيب نص او رقم بيتم تخزينه وبتعرف عليه البرنامج كارتباط تشعبي او رابط يعني اقدر اكتب النص ده خليه رابط بمجرد ما اضغط عليه هيفتح لي حاجة تانية النوع اللي بعده وهو معالج البحث look up wizard ده خاص بانشاء حقل بيسمح باختيار قيمة من جدول اخر او من قائمة زي الخاصة قائمة بالقيم زي عرض قائمة بايام الاسبوع عندي ده معالج البحث look up wizard تعالوا نشوف بقى البيانات اللي احنا خدناها وعرفناها كده مع بعض واحدة واحدة قلنا كل نوع من البيانات عندي او كل نوع من الحقل ايه الفرق ما بين تيكست ونمبر وقطو نمبر وميمو وغيره تعالوا نشوف بقى بعد ما خدنا البيانات النظرية تعالوا نشوفها ازاي بنعملها على الجهاز وننفذها مع بعض اول حاجة بضغط على create بعد ما انشأت كارد البيانات بضغط على create انشاء وبعد كده هاجي اضغط منه على table design عشان انشئ جدول تاني اهو هنا field name اسم الحقل و data type نوع الحقل بكتب اسم الحقل وليكن ميم ليان مسلسل وهخلي auto number تركيم تلقائي اكتب لي هو الرقم تلقائي من نفسه الاسم اللي بعده اسم الحقل الاسم وهخليه تيكست نص المحافظة وهخليه نوع البيان اللي خاص بيه تيكست برضه نص الحقل اللي بعده هسميه تاريخ الميلاد وهقوله خلهولي date and time لان قيمة تشمل تاريخ او وقت تاريخ الميلاد والمرتب وهخليه زي ما قلنا المرتب خاص بالعملة currency الحقل اللي بعده وهو اقدر اسميه برضه المرفقات لو عايز اضيف اي مرفق خاص بقاعدة البيانات عندي في الجدول وهخليه قلنا ole object كائن او عنصر اقدر اضيفه جوه قاعدة البيانات اللي بعده اقدر ممكن اسميه وليكن عايز اشوف المكافأة يبقى كده تحتمل continue اما yes او no هل تصرف له مكافأة يبقى yes ما يتصرف لهش no برضه اقدر اضيف احنا كده بناخدهم مع بعض بنستعرض مع بعض الانواع ملفات اضافية لو عايز اضيف اي ملف اضافي بخليه attachment اللي هي مرفقات او ممكن اخليه object او عايز اخليه hyperlink link عندي اربطه بحاجة تاني وبعد كده اقدر اضيف حقل الخاص بالقسم واخليه عندي برضو اه اقدر اضيفه اخليه look up wizard معالج البحس بيظهر لي هنا بيقول لي القائمة اللي انت هتعملها بقى ايه هي هقول له انا هددها بنفسي تاني اختيار وبعد كده بيقول لي القسم الاول هقول له الحسابات اللي بعده دي اللي هتظهر لي لما اختار القسم زي ما هنشوفها مع بعض الوقتي والمبيعات وليكن والمغزن وهكذا واقول له next وبعد كده بسميه الاسم خلاص قلنا القسم وبقول له finish كده اضافه معايا جوه حقل القسم كده انا عملت كل جزء كل اسم للحقل وقدامه نوع البيانة الخاص بيه اخر اسم للحقل وليكن ملاحظات عايز اضيف ملاحظات عندي وقلنا بنخليه ميمو عشان اضيف فيه النصوص الخاصة بالملاحظات وبضغط على save واقدر احفظ الجدول باي اسم انا عايزه table name اسم الجدول هسميه وليكن بيانات الموظفين وهقول له اوكي بيقول لي مش عامل primary key او متعساسي ماشي اقدر بعد كده انشئه بيقول لي لو عايز تنشئه دلوقتي تمام اقول له اسم بعد كده اعمل هولي تلقائي هناخده باعدة بده وسع بازن الله وعملنا اه داتا شيد جبنا وضع عرض البيانات داتا شيد بيو وبعد كده هكتب بقى اهو هملة بقى البيانات عندي جوه الجدول اللي انا اصمنته هكتب الاسم وليكنو المحافظة وتاريخ الميلاد عندي واقدر اعدلها من هنا براحتي زي ما انا عايز بالكيبورد وامسح واضيف التاريخ اللي انا محتاجه ببساطة جدا جوه وبقعة البيانات وهاجي عند المرتب وليكن 3500 وهاجي عند المرفقات هاضغط كليك يمين واقول له insert object واضيف عندي المرفق اللي انا عايز اضيفه لو هاضيف create new وهي جديد او من ملف اقدر اختار اللي انا عايزه زي ما قلنا من شوية اكسل او غير واقدر من browse استعرض الملف اللي انا هاضيفه ببساطة جدا واقول له open عندي لو عايز اضيفه تمام وبعد كده اقول له اوكي اضاف معي عايز بعد كده اضيف المكافأة هل قلنا احنا خلينا yes or no صح هيبقى اضاف معموله مكافأة حاسبها فاضي يبقى مفيش مكافأة الملفات الاضافية قلنا هخليه نص hyperlink رابط بمجرد ما اضغط عليه نقلني والقسم زي ما انتم شفته اقدر احدد منه القسم اللي انا اضيفته وخانة الملاحظات اقدر اكتب منها الملاحظات اللي انا عايز اكتبها في خاصة بالموظف ده واقدر اسحب اوسع خانة البيانات عندي لو مش ظهرة بمجرد منقل عند الاستجيل اللي بعده هو كتاب لي على طول لو خدتوا بالكو رقم اتنين لان انا عامله اوتو نمبر ترقيم تلقائي وهكتب المحافظة وتاريخ الميلاد بتاعه واقدر اعدله زي ما انا عايز زي ما قلنا امسح او من الجزء الخاص دي واعدل الشهر واليوم زي ما انا محتاج وبعد كده بعد ما اكتب تاريخ الميلاد هاجي عندي مرتب وليكن خمس تلاف واجي عندي المرفقات زي ما قلنا بضيف كليك ييمين واقول له انسيرت اوبجيكت واختار المرفق اللي انا عايز اضيفه وليكن من فايل واقول له براوز واضيف المرفق اللي انا عايزه واقول له اوكي او اوبن تمام واقول له اوكي بعد كده لو عايز اضيف المكافأة او ملوش ما يبقى نسبتها يبقى مش مصروف المكافأة هاجي عندي ملفات الاضافية هقول له ملف اتنين وليكن وعملته هايبر لينك وخليت القسم المبيعات وكتبت لو فيه ملوحظات عندي هضيفها في الجدول وليكن موظف جديد بعد كده هحفظ اه هو خلاص احنا حفظنا الجدول مع بعض بعد كده لو عايز اضيف اي سجل بنفس الطريقة عندي هيضيف لي السجل يبقى احنا اخدنا مع بعض ازاي بقدر افرق ما بين كل نوع والنوع التاني جوه جداول اه القاعدة البيانات وقلنا اه الفرق ما بين تيكست ويه اه بحتاجه امتى لو انا هكتب اه اسم مسلا اسم ووظف ولو عايز اكتب رقم بخليه نمبر لو عايز اعمل خانة للملاحظات بقول له بختار نوع الحقل ميمو او لو عايز اختار اه حقل فيه قيمتين يا اما yes or no لو عايز اعمل اه خانة للبحث او اه قلنا معالج البحث اللي هي لوك اب وزرد لو خدناها في المسال بتاع الاقسام لو اختار منها القسم اللي انا عايزه يبقى احنا كده اخدنا انواع الحقول اه جوه القاعدة البيانات زي ما احنا شفناهم مع بعض واستعرضناهم على الجهاز تعالوا نستكمل مع بعض الجزء الاخر من يومنا النهاردة تعالوا نشوف بقى طرق انشاء الجدول احنا قلنا الطريقة الاولى خلاص من design view الطريقة التانية باستخدام الاداة table تعالوا نشوف بنشئ قاعدة البيانات اه انشأناها عايزة انشئ بقى جدول بالطريقة اللي هي باستخدام الاداة table بضغط من تبويب زي ما قلنا create انشاء ومرة دي هختار منها الاداة اللي جنبيها اللي هي table جدول بمجرد مضغط عليها ببساطة جدا انشاء الجدول اقدر اضيف منه هنا نوع الحقل اهو ولياكم بضغط على السهم هنا وخليه اقوله تيكست لو هخليها اسم الحقل وهقوله الاسم اللي بعده هخليه تيكست برضو وهقوله سمهولي العنوان اللي بعده هضغط على السهم واختار منه وليكن currency وهسميه المرتب وهو خاص بالعملة الحقل اللي بعده وليكن هخليه برضو عندي date and time تاريخ والوقت لو عايز مثلا حاجة خاصة بالتاريخ واقوله تاريخ الميلاد اللي بعده هخليه ممكن هخليه عندي ميمو لو عايز اضيف حقل للملاحظات زي ما قلنا هخليه في الجدول عندي عشان اضيف الجدول وبعد كده اقدر اكتب البيانات زي ما احنا عارفين ببساطة واحفظ الجدول من هنا وهسمي الجدول بالاسم اللي انا عايزه يبقى كل جدول خاص بالبيانات اللي انا عاملها عشان انظم قاعدة البيانات وجدول كل جدول زي ما قلنا يبقى شامل العناصر الخاصة بفقد بعد ما انشأناها خلاص حفظنا قاعدة البيانات او حفظنا الجدول جوه قاعدة البيانات هبدأ في ادخال البيانات جوه الجدول وليكن اول اسم محمود والعنوان بتاعه اضيفه قاهرة والمرتب 4500 وتاريخ الميلاد عندي هبدأ اختار من السهم هنا واختار الجزء التقويم او اكتبه بالكيبورد زي ما احنا قلنا الفرق ما بين دي و دي ببساطة جدا اقدر اعدل على التاريخ اللي انا عايزه السنة والشهر واليوم وبعد كده بعد ما كتبنا تاريخ الميلاد اقدر اضيف اي ملاحظة عندي للموظف ده في قاعدة البيانات وهقول لي وليكن موظف جديد عندي السجل اللي بعده بمجرد ما كتبت اول اسم اهو كتبت تاني اسم وانا اضاف لي على طول ترقيمة القائمة غير مكتب انا رقم اتنين لان انا مخلي الحقل ده اوتو نمبر ترقيم تلقائي وبعد كده خليت العنوان في يوم والمرتب ستلاف وبضيف التاريخ برضو زي ما انا عايز واعدل براحتي في التاريخ وبعد كده هضيف خانة ملاحظات برضو وليكن مكافأة تلت ايام مثلا هي ملاحظة عايزة اضيفها وبعد كده قادر اكتب السجل اللي بعده وهكذا بنفس الطريقة بعد ما خلصت الجدول زي ما انتو شايفين ظهر معايا بالمنظر اللي احنا شفنا ايه يبقى احنا خدنا طريقتين لانشاء الجدول قلنا الطريقة الاولى اللي هي من create انشاء بضغط على design view او الطريقة التانية من الاداة table طريقتين لانشاء الجدول ببساطة جدا زي ما احنا شفناه مع بعض اتمنى تكونوا تطبقوا معايا بازن الله اي جزء احنا خدناه عشان ما نتراكمش علينا الاجزاء العملية ونقدر بازن الله نقدر نوصل لاي قاعدة بيانات ببساطة جدا تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده لو انا محتاج اعمل اغير اتجاه الجدول من اليمين الى اليسار او العكس انا عامل قاعدة بيانات لغة عربية هيبقى طبيعي الجدول اتجاهه و هيبقى من اليمين الى اليسار right to left بضغط على tab wave table وبعد كده بضغط على الاداة table birth اللي هي خصائص الجدول بيظهر لي مربع احواري بختار منه الorientation اللي هو الاتجاه بختار منه right to left من اليمين الى اليسار تعالوا نشوفوا ازاي على الجهاز قدامي قاعدة البيانات والجدول اهو هاجي من التبويب table وبعد كده باجي عند table properties اللي هي الخصائص الجدول بيظهر لي المربع الحواري هقول له هنا عند الorientation الاتجاه بتاع الورقة بقول له هو معمول lift to right من الشمال اليمين لا هقول له انا خليه لي right to left من اليمين الى اليسار وهقول له ok زي ما انت شايفين بعد كده الاتجاه زي ما هو ليه نقفل قاعدة البيانات click يمين عليها على الاسم المفوق واقول له close نفتح قاعدة البيانات تاني من شريط الاولوحة التنقل عندي اهو بضغط عليها double click شمال فتح معي تلاقوا الاتجاه بتاعه اتغير من اليمين الى اليسار ده اتجاه تغيير اتجاه ورائد العمل بعد كده في حاجة اسمها خصائص الحقول ايه هي خصائص الحقول عندي؟ خصائص الحقول دي خاصة بكل حقل اقدر احدد منه الجزء اللي انا عايزه او القيم الافتراضية جوه الجهاز وليكن انا عملت حقل عايز اقدر اخليه مثلا ما اقدرش اكتب فيه بيانات اكتر من خمسين حرف اقدر اعمله اعملت حقل برضو اقدر اخليه ما يكتب ليش بيانات مثلا احط له شرط اقول له ما تكتب ليش بيانات فوق مثلا او تاريخ فوق الالفين يعني سنة الفين وهكذا بحدد الخصائص اللي انا محتاجها جوه الحقل زي ما احنا هنعرف مع بعض دلوقتي ازاي بحددها وحدة وحدة مع بعض يبقى قولنا خصائص الحقول دي عبارة عن هي بعض القيم الافتراضية اللي بيفترضها البرنامج لتحديد شكل البيانات في حقول الجداول المختلفة عندي واول خاصية من الحقول وهي حجم الحقل حجم الحقل ده اللي هو فيلد سايز بيظهر معايا بقدر استخدمه زي ما قلنا من شوية باستخدمه في تحديد حجم الحقل زي ما قلنا اقدر اخلي البيانات اللي هيكتبها عندي او اللي هيدخل البيانات في الجدول ما هيسمحلوش الا بعدد معين وبيظهر بالحجم الافتراضي 255 وايضا الحقل الرقمي بيظهر بالحجم الافتراضي او البيانات الافتراضية عنده اللي هي long integer ده الخاصية الاولى وهي حجم الحقل فيلد سايز اللي بعده الخاصية اللي بعد كده وهي تنسيق فورمات وهي بتستخدم لتحديد الطريقة اللي بتظهر بيها البيانات عنده العرض اقدر اخليها زي زي تنسيق التاريخ كده بالاركام او باسماء الشهور بعمل بعمل لها تنسيق او فورمات للطريقة اللي هتظهر بيها البيانات جوه الجدول النوع اللي بعده وهو التسمية كابشن وهو خاص بتسمية الحقل وكمتها الافتراضية يعني انا عملت جدول عايزة خلي الجدول ده باسم معين مثلا وليكن حقل المرتبات حقل الحوافز بقدر احدد الكلام ده من خاصية كابشن او التسمية بكتب له اسم الحقل عندي جوه الجدول يبقى الخاصية اللي بعد كده وهي التسمية خاصة بتسمية الحقل وكمتها الافتراضية اي انها الاسم الذي سيظهر للحقل عند فتح الجدول الخاصية اللي بعد كده وهي الكنع الادخال اللي هي انبوت ماسك وده بيحدد لي نموذج جاهز للبيانة عندي المدخل زي ادخال التاريخ يوم شهر سنة يا اما ما بينها شرط ميلة او شرط صغيرة دي الطريقة اللي هدخل فيها البيانات النموذج عندي بقوله الطريقة زي ما احنا هنعرف مع بعض بإذن الله في العملي الخاصية اللي بعد كده خاصية القيمة الافتراضية وهي default value يعني ايه يعني من اسمها القيمة الافتراضية دي بتحدد لي الخاصية في حالة ادخال البيانات تتكرر بحيس يمكن تحديد البيانة المتكررة كقيمة افتراضية وليكن مثلا انا عامل حقل اسمه الجنسية اغلب الموظفين فيه مثلا مصريين يبقى انا هخلي الحقل ده طبيعي بين غير ما كتبه مصري يبقى عند حقل الجنسية بمجرد ما اجي عنده يكتب لي هو الجنسية مصري لو عايز اعدلها اقدر احدده وامسح واكتب الجنسية التانية اللي هي هتتغير جوه الجدول يبقى القيمة الافتراضية لو انا بستخدم قيمة متكررة او بيان متكررة زي ما قلنا اللي هو الجنسية مثلا خدنا المصري هتظهر معي مع كل سجل اللي بيتم ادخاله يا اما هقبل القيمة دي هقول له انتر او هقدر اغيرها امسحها وحدد حقل او حدد بيان تاني غيره دي القيمة الافتراضية جوه الجدول بعد كده من خصائص الحقول قعدة التحقق من صحة الادخال قعدة التحقق من صحة الادخال دي اقدر استخدمها لو انا عايز اتحقق من البيانات المدخلة عندي في الحقل بس طبقا لشرط معين يعني بقول له خلي بالك هنا البيانات دي ما تقبليش بيانات بعد مثلا تاريخ واحد واحد سنة الفين يبقى هكتبها بالطريقة اللي قدامنا دي هضغط علامة اكبر واقول له علامة شباك وبعد كده هقول له واحد واحد الفين واقفلها بعلامة شباك يبقى كده مش هيقبل اي بيانات بعد التاريخ اللي انا حددته له ده يبقى دي خاصية التحقق من صحة الادخال الخاصية اللي بعد كده وهي مطلوب وهي خاصة بتحديد الحقول المطلوب عدم تركها فارغة يعني ايه يعني اه بقول له خلي بالك الحقل ده مثلا اجباري ما ينفعش عدي السجل اللي بعده او اكتب البيانات اللي بعدها الا لما اكتب الحقل الحقل اللي قدامي بالبيانات يبقى خانة مطلوب الكتابة فيها عشان ينقلني للحقل اللي بعده يبقى تحديد الحقول المطلوب عدم تركها فارغة زي الاسم وليها كنتين قلنا هقدر احدد فيها زي يسوان اللي هي البيانات الاجبارية او الاساسية الخاصية اللي بعدها وهي خاصية مفهرس indexed وبتستخدم لجعل الحقل مفهرسا في حالة ان قدامي المتوقع ان هيتم بحس عن البياناته بشكل متكرر هو بقدر اعمل خليه مفهرس لتسريع عملية البحس والفرز عندي جوه الجدوان طيب تعالوا ناخد تدريب مع بعض عشان نشوف ازاي بقدر اطبق اعمل كل خاصية من خصائص الحقول احنا خدناهم وشرحنا كل حاجة بالتفصيل كل خاصية ونوعها ايه وامتى بستخدم الخاصية دي وامتى بستخدم الخاصية التانية زي ما انا محتاج جوه البرنامج تعالوا نشوف مع بعض التدريب عملي عشان نفهم اكتر باذن الله في البرنامج التدريب بيقول لي بصفتك احد موظفي قسم خدمة العملاء طلب منك مديرك انشاء قاعدة بيانات باسم متابعة الطلبيات بتحتوي على الجداول الاتية الجدولين القدامي جدول الموظفين وجدول الطلبيات جدول الموظفين قدامنا بيحتوي على الحقول عندي كود الموظف واسم الموظف والراتب وتاريخ الميلاد والجدول التاني جدول الطلبيات وكود الطلبية وكود الموظف وتاريخ الطلبية المطلوب بيقول لي عندي مع مراعاة الحقول الآتية كل اسم حقل ونوع بياناته وخصائص الحقل الخاص به وبيقول لي ادخلي البيانات اللي قدامي دي وبعد كده هنشوفها بإذن الله هنستعرضها مع بعض ياريت نحاول نحل التدريب العملي ده بإذن الله هنستكمله الحلقة القادمة ونترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته